في دوامة الترقب المربك لظروف العيش تغرق اليوم كمواطن في سباق الخوف المتواتر وانت تراقب كل شهر على حدة متسائلا هل سينتهي الشهر براتب ام لا الرواتب والازمة المالية وعجلة الاقتصاد المتعثرة ملفات اقترحت الحكومة ورقتها البيضاء لنهوض بالواقع العراقي الاقتصادي لكن بالمقابل فان العين العالمية تراقب عن كثب ما يجري من انهيار مستمر لهرم المال العراقي وهنا تؤكد مجلة جلوبال فاينانس المتخصصة بتصنيف الدول وفقا للسياسة المالية ان ديون العراق الخارجية تجاوز 68 مليار دولار خلال عام 2020 يرجح هذا الرقم ما حضرت منه اللجنة المالية حول اعتماد الحكومة الاقتراض المالي كبديل للموازنة في العام المقبل ويصب في ذات الاطار تأكيد بعض الجهات النيابية على ان الحكومة تستطيع صرف الرواتب دون اللجوء للاقتراض الخلاف في الية منح الرواتب واستمراريتها لا يفسد ود القضية فالاصل قبل الفرع وهنا حديث واضح عن ان حلولا للازمة المالية الراهنة تكمن في عدم اللجوء لردات فعل متسارعة كما يقول النطق الرسمي باسم رئيس الوزراء خبراء يرون ان الحل الناجع يكمل باسترداد اموال شركات كبرى مثل شركات اتصالات وغيرها وملفات فساد في الكهرباء وهلو مجرة لذا فان قرارات الكاظم الاخيرة والتي تعنون بانقاذ الاقتصاد مثل فلترة ملفات وزارة الكهرباء واستمرار مشروع ميناء الفاو وتوجيه حلول عاجلة لصرف رواتب المتقاعدين قبل اقرار قانون تغطية العجز المالي تأتي كحلول عبر دخول الغرف المظلمة التي وضعت بعيدة عن اضاءة طريق الخروج من الازمة المالية ليس كحل مؤقت انما كحل جذري لا يرحل الازمات الى اعوام مقبلة ترجمة نانسي قنقر